هذه الرسالة أبلغها معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور روحاني وأيضا بذات المضمون مع نظيره الإيراني السيد محمد جواد ضريف وإثر لقائه أيضا بالسيد محمد باقر قالي باف رئيس مجلس الشورى الإسلامي ثم أخيرا لقائه بمستشار الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد شمخاني هذه اللقاءات الأربعة لخصت الرؤية العراقية بأننا لن نقبل أن يكون هناك تدخل بالشأن العراقي نحن نعمل على تحقيق شراكات متوازنة في ضوء من وعي السيادة العراقية والقوانين النافذة نعم ننفتح على دول الجوار ونذهب أبعد من ذلك إلى كل شركاء العراق وأصدقائه لكن السيادة العراقية الشأن الداخل العراقي الملفات العراقية الخيارات العراقية هي قرار سيادي عراقي بيد الحكومة العراقية اشتركوا في القناة